شكرا معالي أزميل العزيزي سامح شكرا جزيلا على حسن الضيافة وأيضا على كرم الاستقبال اليوم في هذا المؤتمر الصحفي لأن هذه هي الزيارة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة مما يسعدني لأنها مناسبة خاصة جدا لزيارتي اليوم فهذا يسعدني جدا وجودي هنا في هذا التقسي الرائع وأيضا لإجراء أول مؤتمر صحفي هنا لقد تحدثنا حول عدة مواضيع بالطبع عن الوضع الشائق في الشرق الأوسط وإن مصر نفسها هي تعرضت لاستهدافات إرهابية عديدة وتعرف جيدا معنى مكافحة الإرهاب يجمعنا القلق حول المنطقة هذا ما أكدت عليه زميل العزيز سامح أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر حيث تتسع رقعة هذا الصراع لا نريد أن يحدث ذلك وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية العديد من الأبرياء في غزة يعانون وأيضا العديد من الأبرياء حتى هذا اليوم ما زالوا موجودين في الأنفاق القاتمة التي تتحكم فيها حماس وهذا أمر لا يمكن قبله على الإطلاق وهنا تقوم مصر بالتحديد بدور جيد جدا وبمساعي حميدة وهذا الدور هو دور محوري وفي هذا السياق أود أن أعرب لكم عن شكري الجزيل على هذا الدور المحوري